المزيد أيضا من التفاصيل بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جيهان جادو عضو مجلس محلي مزينة فرساي بفرنسا أهلا بك يا دكتور أهلا بحيثك يا فاندو وسلام مشاهدي إذن يعني الأحزاب الموالية لماكرون يعني يتم القول هي من قررت لهذه الجلسة جلسة الاستماع الخاصة بماري لوبين وعندما تحدث اليمين المتطرف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فهو في الحقيقة يتحدث مع مستشاره البنكي هذا يعني مقتبسا من كلام ماكرون خلال الجولة الانتخابية الماضية تفسيرك لهذه الجولة تفسيرك أو لجلسة الاستماع وتفسيرك أيضا لدعوة ماكرون لهذه الجلسة أو الأحزاب الموالية له الحقيقة طبعا يمكن احنا كلنا شاهدنا على شاشات التلفزيون في المناظرة اللي كانت ما بين الرئيس ماكرون وماري لوبين في الجولة الأخيرة طبعا وهو يمكن تطرق لهذا الأمر بأنها لجأت لروسيا لتعاون لروسيا حتى تستطيع أن تحصل على قرض لتمويل الحزب وأيضا أن تستفاد بهذه الأمور في صالحها في الانتخابات الرئاسية هي ليست السابقة التي قبلها طبعا في 2014 فطبعا هذه لها مدلولات سياسية خطيرة جدا وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية طبعا ماري لوبين معروفة بسياستها بأن هي تريد أن تفصل فرنسا عن الاتحاد الأوروبي وأنها تكون مستقلة تمام الاستقلال وتبعد بعيدا بها عن دائرة الاتحاد الأوروبي طبعا عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية موقف الاتحاد الأوروبي واضح وصريح من أوكرانيا وأيضا واضح وصريح من روسيا فهي الاتحاد الأوروبي تصق دائما وأبدا هي إلى جانب أوكرانيا وتفسر بأن الاعتداء الروسي هو اعتداء غاشم على الأراضي الأوكرانية ويمكن واضح جدا والعالم كله يعرف أن الاتحاد الأوروبي يساند وبقوة أوكرانيا إذا كانت ماري لوبين قد تواصلت مع روسيا بشكل أو آخر للحصول على هذا القرض يعني الحقيقة في تفسير الدولة الفرنسية بأن هذا خطأ سياسي كبير لأن الأمور كلها كانت تنظر إلى وحدة الاتحاد الأوروبي ويمكن أوكرانيا يعني الحقيقة تعتبر حاليا الإبن المدلل للاتحاد الأوروبي فمعنى أن ماري لوبين يعني تتعاون مع روسيا في هذا التوقيت أو حاصلها على أموال لصالح الحزب الخاص بها بشكل أو بآخر فهذا هي اعتبر جريمة الحقيقة من قبل السياسيين لذلك كان يمكن هم لم ينسوا أبدا له هذا الموقف وأن اليوم يكون هناك لجنة استماع ولجنة تحقيق أمام البرلمان الفرنسي لإدلاق بقوالها وأيضا للتحقيق في هذا الأمر نعم دكتورة جيانو ربما السؤال الذي يطرح نفسي في هذه الأثناء والكل يتساءل عنه في الأوساط الفرنسية وأيضا في وسائل الإعلام من قبل المحللين عن كيف ربما ستجاوب ماري لوبين عن ما يتعلق بوجود علاقة بين دعم ماري لوبين لروسيا أثناء ملف شبه جزيرة القرم وبين حصولها على هذا القرد المالي نعم بكل تأكيد هي سوف تتملص من هذه الاتهامات لأنها كانت أدلة بتصرحات سابقة بأنها في المناظرة هي كذبت هذا الأمر لكن الحقيقة الأمور واضحة وجلية لأن لن أبدا يكون هناك تحقيقات وخاصة من قبل البرلمان أو أمام البرلمان إلا إذا كانت هناك أدلة وقراء ثابتة وواضحة يعني وضوح الشمس بأنها فعلا قد ارتكبت هذا الجرم السياسي على حد قول السياسيين هنا بفرنسا فطبعا هي أكيد بكل تأكيد سوف تنفي لكن هناك أدلة سوف تحاول بقدر المستطاع اللجنة أو لجنة تحقيق أمام البرلمان أن تبرزها والحقيقة هي وضعت نفسها في خطأ كبير جدا 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 خاصة في هذه الأونة وهذا التوقيت الصعب جدا لأن وجهة النظر الفرنسية يعني الحقيقة ضد وجهة النظر الروسية بشكل كبير فطبعا هذه يعني أنا في وجهة نظر متواضعة اعتقد أنها سوف تقضي على مستقبلها السياسي من هذا الخطأ لأن الحقيقة كانت أمامها دول أخرى قد تكون تتلقى منها أول زي يعني يمكن حد ذك سبقت يعني ذكرت فيه في البداية في البداية بأن سين وأيضا دول أخرى قد عرضت بالفعل أن يكون هناك قروض لها لكن هي الحقيقة مالت إلى روسيا وعلى علم منها الشديد بموقف الدحاد الأوروبي وموقف فرنسا تجاه روسيا في هذا الواضع لكن هي الحقيقة هي أخطأت خطأ كبير جدا سوف تعاقب عليه سياسيا في المستقبل نعم أنا بشكرك الحقيقة شكرا جزيلا دكتورة جيهانجة عضو مجلس محلي مدينة فيرسي بفرنسا شكرا جزيلا لك